أهلاً بحضراتكم من جديد وأهلاً بكم في موجز الأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية نبتدي نشرتنا الرياضية على طول والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال أعلن عن القيمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج استعداداً لمعسكر مباراتي غينيا وأثيوبيا وده في الجولتين الأولى والتانية في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا عشرين تلاتة وعشرين واللي هتتلاعي بأيام خمسة وتسعة يونيو الجاي القيمة جات كالقاتي محمد صلاح ليفر بول مصطفى محمد التعاون السعودي محمود حسن تريزيجي باشاك أحمد حمدي مونتريال الكندي أحمد حسن كوكا قونيا سبور التركي محمد النني أرسن الإنجليزي مصطفى محمد جالتا سراي التركي سام مورسي إبسويتش الإنجليزي عمر مرموش تشوتجارد الألماني أحمد ياسر ريان ألتاي سبور التركي كريم حافظ ياني ماليتيا التركي وتوجه فريق كرة السلة بنازل أهلي بلقب دوري سوبر كرة السلة رجال بعد ما فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 88.75 في المباراة الخمسة الفصلة بين الفريقين لحسم البطل وكمان توج فريق رجال الكرة الطيرة بنازل أهلي بقيادة مديره الفني محمد مصلحي بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري في النسخة اللي اختتمت في تونس بالفوز على حامر اللقب الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في النهائي وألف مبروك وعالميا خسر فريق أرسنل من فريق نيو كاسل يونيتد بنتيجة 2-0 في المباراة اللي وقيمت بينهم على ملعب سان جيمس بارك ضمن منافسات الجولة رقم 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 بنتيجة دي بيتواجد أرسنل في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبرصيد 66 نقطة أما نيو كاسل يونيتد في المركز الـ 12 بجدول ترتيب برصيد 46 نقطة جالاتا سرايا حقق فوزه على حساب نظيره أدنا سبورت بنتيجة 3-2 في المباراة اللي تلعبت على ملعب علي ساميان الرياضي ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري التركي الممتاز نجمنا المصري مصطفى محمد كان على مقاعد البودلاء وشارك في دقيقة 87 من عمر اللقاء بدلا من جماز وبالنتيجة دي ارتقى فريق نادي جالاتا سراي للمركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز وبرصيد 51 هدف جمحها في الفوز في 14 مباراة واخسارة مثلهم والتعادل في 9 مواجهات والتسجيل في 50 هدف وتلقى 52 هدف أخبارنا الرياضية خلصت خلينا نرجع تاني لشازلي والباسانت نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يوم شكرا لك يا من